اشتركوا في القناة اشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين والمؤمنات أصلح جدارا يريد أن ينقض أصلح جدارا يريد أن ينقض وهو مقتبسون من قصة موسى عليه السلام مع الخضير عليه السلام في سورة الكاف وصورة الكاف هو ممكن من قصة موسى عليه السلام ويزالكام الحديث في سورة الكاف خاضر والمؤمنات في قصة موسى عليه السلام وغمنات باعتبر موسى السلام في ذلك خاضر هذا اليوم هنا الجدار الذي هو الحائط الجدار يعبر في هذه الخطبة عن كل شيء وكل عمل وكل بناء قد يكون البناء ماديا كالبيت والمسجد والعمارة والدكان وغير ذلك وقد يكون البناء معنويا كالعلاقة بين الوالدين والأولاد هذا بناء والعلاقة بين الزوج والزوجة هذا بناء والعلاقة بين الصديق وصديقه هذا بناء والعلاقة بين الجار وجاره هذا بناء والعلاقات في المجتمع بناء كل هذا بناء وأحيانا يتعرض هذا البناء لخلل فيشك أن يسقط فَيَحْتَجُوا إِلَى إِصْلَحَ يَحْتَجُوا إِلَى تَرْمِيم يَحْتَجُوا إِلَى إِقَامَة أن تَحِينَ مَتَارَ بِنَا أَن يُرِيدُ أَن يَسْقُتَ وَيَقَعَ وَيَمْقَدَّ عليكَ أن تُحَاوِلَ إِصْلَحَ هَذِهِ رِسَالَةُ الْعُضَمَاءِ وَالْرُسُولِي وَالْأَمْبِيَاءِ وَالْمُصْلِحِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Tel est le message des gens qui ont une mission dans cette vie, c'est de construire, c'est de faire le bien, c'est de contribuer au bonheur des gens et de la société. C'est que quand tu vois un mur, qu'il soit un mur matériel ou autre, qui est sur le point de tomber, de s'écrouler, tu dois prendre l'initiative de le redresser, de le remettre droit. Ça peut être une construction matérielle, mais ça peut être aussi une construction familiale, une amitié, une fraternité, un voisinage. Ça peut être des relations dans la société. Quand tu vois deux personnes sur le point de couper leur lien, tu interviens. Quand tu vois des personnes qui sont dans un malentendu ou même une dispute, tu essaies d'intervenir. Quand tu vois quelqu'un qui est sur le point d'échouer un projet et tu sais les deux personnes sur le point d'échouer un projet. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ولكن نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ولكن هم بشار ولكن جمالو هذه الرسالة الربانية vous savez la beauté de ce verset entre autres elle réside en quoi c'est quand il parle d'êtres humains qui mangent qui circulent dans les marchés يمشون في الاسواق والله يعلم أن الاسواق شارو البقاء إلا الله الله sait que les marchés où il y a les mensonges où il y a la fraude où il y a la tricherie mais les prophètes sont là au coeur de la société يمشون في الناس في المجتمع يبنون وشهيدون وشاركون ils contribuent, ils participent ils sont là au coeur de leur société de leurs collègues etc. à contribuer, à construire c'est pas parce que c'est un messager qu'il reste dans une tour إن الرسول أو النبي أو المصلح أو صاحب الخير والرسالة في الدنيا لا يعيشوا في الأبراج العالية وينظروا إلى الناس وياصفوا الامراد ثم يبقى بعيدا بل يعيشوا وسطهم ويشعروا بما يشعرون ويحزنوا لحزنهم ويفرحوا لفرحهم عندما تريدون ويشعروا يسلم يدفعهم هؤلاء يأكلون ال Salvان وليكن نهوم إذا أمرهم الله أن يصومون يصومون يمشون لكن عندما يقول إرتفع لا يتجب عليهم وقد يفعلهم عندما يجنت يجب ايشون على الارض يفعلهم على الارض ولكنًا يقضون الاسر ويحفظون اللسان ويحفظون خالق الله سيجب على الارض يجب أن ي Character لكنهم يتم انتظار على الارض يجب عليهم يجب عليهم بالنسبة للأساس يجب عليهم أن يجب عليهم لا أتساسين أترشرف لا أزن بإساس أ提س لا يجب عليهم على الارض وهم عباد الرحمن وهم عباد الرحمن طموحوهم في السما ولكنهم يتواضعون لله وهم يمشون على الأرض c'est avec humilité qu'ils marchent sur terre même si leurs ambitions sont dans le ciel هؤلاء عباد الرحمن إذا سمعوا من يؤذيهم quand ils entendent quelqu'un qui les offense ils ne font pas attention وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يقولون قولا يسلمون به أيها الأفاضل الكرام هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق des gens qui mangent comme nous qui circulent dans les marchés marchent sur terre comme nous هؤلاء حينما يموتون ويفارقون الدنيا تبقي عليهم un عرض la terre pleure quand ils se séparent de ces gens quand ils sont décédés إذا مات مصلح بكت عليه الأرض والسماء أضرب لكم مثلا من كتاب الله je donne un exemple من قوله تعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما ووجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شيئتا لاتخذت عليه أجرا أقف عند قوله تعالى ووجد فيها جدار يريد أن ينقض الخضر ومسا يجب أن ينقض يجب أن ينقض يجب أن ينقض يجب أن ينقض الخضر ينقض يجب أن 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 ينقض أولا هذه الدورس هؤلاء المصلحون أقف بكثيرا نقض من يجب أن ينقض نقض يجب أن ينقض يجب أن ينقض تأكيد يجب أن ينقض يجب أن ينقض يجب أن ينقض وهو بينهم لسنين الجدار ماشي بين يوم وليلا كان غضي طيح على السنين هو كي تعوج شوية بشوية وشما كانوش يشوفوه كانو يرام ولكن القلوب هي المشكلة الوبرلم يللل يلللل les gens du village passaient devant ce mur ils le voyaient mais ils étaient aveugles quand tu as une mission tu vois là où il y a le problème صاحب الرسالة يرى مواضع الخلال في نفسه وفي إخوانه وفي المجتمع quelqu'un qui porte un message de bien il voit où il y a les failles où il y a les problèmes même en lui-même chez les autres dans la société il le voit فهاول الخادر مره وموسى فراع هذا الجدار فراعه يريد أن يسقط وأن ينقض ولم يرام يرامه غيره لم يرام يرامه غيره pourquoi les autres n'ont pas vu ce mur الأمر الثاني صاحب الرسالة يبادر إلى إصلاح الأمور قبل أن تسقط تحس Romans στε برحقhin 데esh paste en CDC والحقечно نستطيع فكرة قال l'm يريد ان يريد يريد ان يريد ان يريد ان يريد أن يريد ان يريد ان يرى الإنسائه ان يتكíve كنت لا أرس商 يُرد المراكو الغادر لمداية استيقضا دحلت من عاشة بين جنزية نحنة دكتالmma من ت Gender عشر الضج Eigل من المختلفة من العجلة من ذلك من الملازير من recommending من Bengh sticky أنت ERIC لم рядом عن أ典 قبل أن يسقط الأولاد قبل أن تسقط التربية قبل أن يسقط العمل وأن يسقط الامتحان حاول أن تصلح الله تعالى قال يريد أن ينقض باقي ما طح فأقامه وأصلحه هذه رؤية هؤلاء أصحاب الرسالات أيها الأفاضل الكرام صاحب الرسالة يبحث عن إرضاء الله ولا يبحث عن الشهراء أنتم كتصوروا لا حيث شكو اللي بناه هو حيث 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 ولا حزروا الطراب لكن شكو اللي بناه الخضر نبي من أنبياء الله ومعه سيد من سادات المرسلين سيدنا موسى عليه السلام كلم الله ما كشت سنح تتجل كاميرات قدامه تصوره تعمل إجهار وغادي نعمل لا 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 ينطلن بالكاميرات الخضر نبي من سادات المرسلين وغادي نبي من سادات المرسلين يبحث عن الشهراء لا تبحث عن شهراء لا تبحث عن سمعاء وإنما يبحث عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى إذا بنيت أو بذرت أو زرعت أو غرست فالدخل ذلك لك اليوم القيامة دعي هذا الشيء لله تعالى يوم القيامة لا يهمك شيء حتى تعمل شيء حاجة كبيرة لا 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 شرط بعض الناس لا يرى شيء الأعمال الصغيرة يجب أن تعمل شيء حاجة لا يهمك شيء حاجة يريد أن يفعل شيء حاجة كبيرة الله يجزي كبير ولكن حتى تعمل الأعمال الصغيرة إذا أعملتها لله أرى تعملها في الفم المسكين أو الفاقير يمكن أن هذا هو السبب لأن يجب أن يتبع القصر في الجنة ومن القيامة لا توقف حتى تكون الموين لكي تكون مجرد 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 كيف يتحدث عن مجرد مجرد؟ الخضر لنا لكي تكون مجرد مجرد سبحانه وتعالى الدليل على أن هذا البناء الذي أقامه الخضر هذا الحيث حيث حيث ما حال فيه المترو جوج 3-4 حيث عندك ساعة ساعتين تكمل أرى غبطرة لا يوجد أحد ولكن الخضر كان يعلم البشرية اعطينا درس يقول لنا المهم هو تعمل شيء حاجة الخير كبيرة صغيرة هذا أمر الله ثم أحبابي الكرام هذه الآية نقتبس منها أن صاحب الرسالة هو إنسان يريد ما عند الله تعالى يوم القيامة فلذلك الخضر عليه السلام مع موسى لم يبحث ولم يذكر لنا القرآن القرآن لم يذكر لنا ما هي الأدوات التي استعملها الخضر وإستعمل الحديد أو الحجر أو اللاجور أو بشبنا أو كيفاش القرآن لا يقف عنده هذا وإنما قال فأقامه إلى ردرسي بمعنى الله يقول لك إذا عزمت على فعل الخير عندما أكتب والله أريد منك الله هو الناس Avec الأسباب hak Saية لك إذا كنت نفسي الخير وعزم على الخير وبغي تعمل الخير كتقول من غادي جهدش لا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هيأ للخضر وهو الذي آتاه آتاه الله تعالى بما يبني به ويقيم به هذا الجدار بل أكثر من ذلك بالله عليكم أحباب الكرام هل الخضر يوم كان يبني كنت إلي تنتقل حينما أقام الجدار وأعاد إصلاح الجدار هل كان يصلحه ليشكره اليتيمان واش كان كنت سندك اليتيمين لابنالهم الحايد لأن الله تعالى قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك واش الخضر نهار لكم كيبني إش حال من سانة باش دك جوجد لولاد غادي كبرو ويبلغ أشدهما إش حال من سانة الخضر إش حالو لا يمكن أن يتلاقره حتى اليوم القيامة هو ليش عملها عملها يبني لغيره كما بنا غيرنا لنا يمكن أن يتلاقره نفسه فقط يبني لغيره تغريسو شجارا ليأكولا من ها أولادوك وإحفادوك وانناس واتطير كما تبني من فرمات بعضي الجزء لبيان هاكول لغيرنا هذه الفنت خنين الأمر لغيره 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 إشتركوا لغيره 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر Ceux qui mangent comme nous Qui mangeaient comme nous Qui circulaient dans le marché comme nous Et bien ce sont eux Qui ont redressé le mur C'est des gens qui cherchaient رحمة الله يبحثون عن رحمة الله بغيت رحمة الله ستجدها عند الدعافة والفقارة Les classes faibles Les pauvres Les orphelins يتيم فقير armada ضعيف Cherche après cela الخضير وموسى بحثا عن يتيمين Des orphelins فالله تعالى جعل موسى والخضير محل رحمة الله تعالى قال رحمة من ربك C'est par une miséricorde de ton Seigneur Oh الخضير Que tu lui as fait ce que tu lui as fait يقول الله تعالى عن عمل الخضير الذي أعاد إصلاح هذا الجيد إنك فعلت هذا برحمة من الله برحمة من الله فَكَيْفَ إِذَا رَحِمْتَ أَنْتَ عِبَادَ اللَّهِ أَلَا يَرْحَمُكَ اللَّهِ الله parce qu'il a el-rahma envers les orphelins il t'a amené pour construire et le fait que tu as eu cette chance de pouvoir faire une oeuvre de charité ça fait partie del-rahma d'Allah Allah il va t'accorder sa miséricorde لِأَنَّ عَمَلَ الْخِيْرِ لَا يُوَفَّقُ إِلَيْهِ كُلُّ النَّاسِ إِذَا بَغَاكَ اللَّهِ تَعَلَى يَرْحْمَكَ إِوَفْقِكَ الْشِيْ عَمَلْ يَلْخِيرُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أيها الأحباب والكرام أختموا فأقول إن من أعظم ما ينبغي أن يحمله الإنسان من رسالة من هذه الآيات أبارتك دو سيفر سي أن الميور ميساج أن المسلم إنسان يبني ويعمل وَلَوْ كَانَ فِي وَسَطِي أَهْلِ الْبِطَالَةِ وَالْكَسَلِ وَمَمْ سِتُوِيَ أَوْكَرْ دَيْجَنْ كِي سَنْبَارِسُ تَخَفَايْ أَوْفْ أَخْدَمْ أَعْمَلْ دِلْخِيرُ أَصْرَعَ الْخِيرُ وَلَوْ بِالْكَلِمَةَ طَيِّيبَةَ وَخَارْنَسْ مَا كِيَعْمْلُوهَاشَ وَخَارْنَسْ لِكَتْعَارْفِ نَعْسِي مَا كِيَعْمِلُوهُ وَلُوْ اِعْمَلْ اِعْمَلْ لِيَنَّا مِنَ الْعَجِيبُ والله مِنَ الْعَجِيبُ كيفَ بَعَثَ اللَّهُ الْخَضِرُ سَأُنْ دِيْجَيُمْ غَزُورِكْسِونَ أَوْدْخْلِهِ مَوْغْ كَأَنَّ الْقَرْيَةَ الْبَخِيلَةَ أَمُوَتْ كَأَنَّهُمْ مِلِتِينَ حَيْتْ عَنْدُو سِنِيمُ قْرِبِتِحْ وَوْ تَحْتِمَنُوا الْكَنْزِ دِيَا الْنَسْ فُقَارَةَ ضُعَافَةَ وَلَا وَحَدْ مَنْهُ فَكَّرْ شِنْهَارِ صَلْحُوْ كَيْشِي مَوْتْ كَتَرْمَنْ هَدَا دِيْتْمُوا يَا تِلْيُ مُورْ بِيَلْكُسِي tout un village qui voit un problème personne n'intervient on l'a dit avec des fois dans des familles où il y a des problèmes entre un mari et sa femme il y a un malentendu tout le monde est au courant les parents, les beaux-parents, les beaux-frères les belles-sœurs, les belles-filles, tout le monde tout le monde personne n'intervient un mur ils ont dû attendre des années ou des années ils attendaient le khadir qui vienne parce qu'ils sont les huit dans les 15 où sont les éhélies ? ils étaient où les gens qui habitaient le village ou qui habitaient le village ils étaient là mais on dirait des morts فلذلك المسلم ينبغي أن يكون حي القلب ينصح يذكر يرشد يدعو يدعو بالخير في الدعاء الخير الله يهديكم الله يصلحكم الله يصلحنا الله يعاوننا على الخير تعاونوا على الخير صبروا مع بعضكم c'est de compagnie c'est falloir c'est falloir c'est falloir de dire الصبر, c'est falloir يا إخوة الكرام قال الله تعالى وأختم وجعلنا بعضكم فتنة لبعض فتنة أتصبرون ? هذا السؤال الاستفهام بمعنى الأمر أي إصبروا كقوله تعالى فهل أنتم منتهون أي انتهوا الله يقول لنا أرى المخالطة ديالنس لا بد ما تبتلى لا بد واحد غادي حسدك ولا أنت تحسدو واحد غادي شوفيك شيشوفا أو لأن تشوفي شيشوفا واحد يعصبك ولا أنت تعصبو الفاقير ربما يحسد الغاني والغاني ربما يتكبر عن الفاقير القوي ربما يدلم ضاعف وهكذا يهي الحياة لا بد واحد يقول لنا لدينا أن يفعل الكنة لمن خلال المخرج في كل مدورة صفر كلمة وزيخات المترجم يقول لكم لا يقابل هناك هكذا في المشكلة لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد هناك هناك لا يوجد هناك تقديم الناس المسلمين من حيث ومفاهيم تعرفون ما الذي أحدث عنه في سورة الفورقان هذا يرغب في حالة الحالة يجب أن نتوقع للمسلمين ويوجد للمسلمين لا يوجد للمسلمين تقول للمسلمين لا يوجد للمسلمين مثال الموت لا يوجد للمسلمين يجب أن يتعرف على العملات من الحياة لذلك سبحان الله الذين إذا أصابتهم مصيبتهم قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُ فَاسْبَرْ السَّبْرْ للمسلمين لا يوجد للمسلمين c'est quoi le remède c'est l'endurance السَّبْرْ وَلِذَلِكَ اللَّهَ تَعَلَى تُعَلَى تُدِي كَمْ تُوَيْتِي كَمْ تُوَيْتِي كَمْ تُوَيْتِي كَمْ تُوَيْتِي للمسلمين دِلِهِ وَإِنَّا إِلَيْتِي كَمْ تُوَيْتِي أَلَّهُ يَعْلَمْ أَنَّا تَبِعَتَ الْبَشَارِ إِذَا جَتَمَاوُ سَيُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَسَيَظِلمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَسَيَحْسُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إلى طبيعة الحياة يقول لنا صبروا صبروا أتصبرون وكان ربك بصيرا الله ينظر ويرى سبحانه وتعالى علينا بالصبر وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه